كما بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد وفي برقيته قال وزير الدفاع إن نصر أكتوبر غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة مشيرا إلى أنه أعاد للأمة المصرية اكتشاف قدراتها وإمكاناتها ووحدة صفوفها في مواجهة التحديات هذا وبعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامى عسكر ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر كما وجه رئيس الأركان التهنئة لقادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة